إذن مشاهدنا نعود ونذكر بالخبر الذي أوردناه ربما في بداية النشرة حيث انحرفت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وذلك إثر انفصال العجلة الأمامية لطائرة الطائرة من نوع أتيار كانت تضمن رحلة ما بين الجزائري العاصمة ووتسوف وتقل 67 راكبا وتمكن قائد الطائرة من الهبوط بي سلام على أرضية المطار من جهتها مصالح الحماية المدنية تؤكد أن عملية إنزال المسافرين تمت دون تسجيل خسائر